ولكن قبل أن نبدأ بإرادة السؤال والجواب عنه نستمع وإياكم تبركا إلى مقطع من الدعاء بصوت الشهيد السعيد السيد محمد محمد صادق الصدر قدسة سره شلم يا من لا يخفى عليه أنباء المتظلمين ويا من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادة الشاهدين ويا من قربت نصرته من المظلومين ويا من بعد عونه عن الظالمين قد علمت يا إلهي ما نالني من فلان ابن فلان مما حضرته وانتهكه مني مما حجزت عليه بطرا في نعمتك عنده واغترارا بنكيرك عليه اللهم فصل على محمد وآله وقل ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك وصل الحده عني بقدرتك واجعل له شغلا فيما يديه وعجزا عما يناويه اللهم وصل على محمد وآله يعني من الأمور اللي أجدها أنه من الجرائم الكبيرة الموجودة في السيرة النبوية وألحقت بالنبي صلى الله عليه أنت من شوف ما ألحق بالنبي لا تستغرب إذا عرفت أنه من من مصادر السيرة أو اللي كتبه السيرة من كان فيهم أصولة وجذورة يهودية وألحقوا ما ألحقوا من شرعات وفضائع بالسيرة النبوية وحدة من هذه الأمور اللي أشوفها من جريمة عظيمة حق النبي محمد صلى الله عليه وآله هي حديث الراعي النبي محمد صلى الله عليه يعني أقولها وقلت لكم يا وأكررها أقول أنت لعله ولادة النبي محمد صلى الله عليه وآله النبي الأعظم محمد صلى الله عليه لم ترد في القرآن الكريم لكن رب العالمين أعطانا ولادات حدثت في القرآن الكريم من أدها نستطيع وإحنا أدنا قاعدة ما عند الأدنى عند الأعلى وزيادة وكرر ما عند الأدنى عند الأعلى وزيادة أن نعلم كيف يمكن أن تكون ولادة النبي محمد صلى الله عليه وآله وحياته ومسيرة حياته وتربيته وإرضاعه وحدة من هذه الأمور أنه حديث الرضاع لما انتجي إلى الرضاعة حديث الرضاعة ومن تجي إلى القرآن الكريم ليش أقول لك الإسرائيليات إذا أنت تريد تعرف أساليب الشيطان وإسلوب أساليبه الشيطان اقرأ وتعمق وانظر كيف دست الإسرائيليات في السيرة النبوية كيف دست الإسرائيليات في السيرة النبوية والحقيقة من استغرب أن هناك إسرائيليات في السيرة النبوية وفي كتب التراث الإسلامي والتاريخ الإسلامي لأنني قلتها وأقولها رب اليهود منذ أهد النبي موسى عليه السلام وهم يخططون ويتآمرون لتحريف الدين وتحريف الكلمة عن مواضعه وهذا ما أخبر نبي الله سبحانه وتعالى وحرفوا ما حرفوا برسالة النبي موسى عليه السلام وحرفوا ما حرفوا برسالة النبي أيسى عليه السلام تخيل شنو اللي ممكن يحرفوه في الرسالة الإسلامية شنو اللي ممكن يدسوه في كتب التاريخ والتراث شنو ممكن أن يضعوه في كتب التاريخ والتراث لأنه ما يقدرون يضعون في القرآن الكريم القرآن الكريم محفوظ محفوظ من التحريف الله سبحانه وتعالى قد حفظ القرآن الكريم لنا لأنه هو الكتاب الخاتم والرسالة هي الرسالة الخاتمة والمهيمن على جميع الكتب والرسالات السماوية فتخيل شنو ممكن اليهود أن يفعلوه منذ ذلك العهد منذ عهد النبي موسى عليه السلام وإلى يومنا هذا وبعدين شقد صارت أدوم خبرة هؤلاء اليهود شقد صارت أدوم خبرة منذ ذلك التاريخ وإلى عهد النبي محمد صلى الله عليه وآله وإلى يومنا هذا شقد أصبحت أدوم خبرة في التحريف والتزوير وتحريف الكلمة عن مواضع وقلب الأمور وقلب الحقائق والتضليل هؤلاء لا نستغرب منهم القرآن الكريم حذرنا منهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرقوا ولكن تستغرب لما أنت تقرأ القرآن الكريم وأمامك قصص الأنبياء التي يخبرها أكبرك الله سبحانه وتعالى بها حتى تعرف وين الحق وين الصواب وين الباطل وين عمل الشيطان وين تحريف اليهود وين تحريف الماسونية وين حرفت الماسونية أنت ليش تقرأ القرآن القصص حتى تعرف ما هو الحق ثم عندما تقرأ شيء في السيرة ترجع في عقلك ماذا قال القرآن وماذا قالت السيرة حتى تعرف الحق من الباطل ماذا قال القرآن الكريم لم تذكر قصة ولادة النبي محمد صلى الله عليه وآله ولكن ونحن لا نفرق بين الرسل نؤمن برسل الله سبحانه وتعالى جميعا ونؤمن بكتبه وملائكته نؤمن ولكن الله سبحانه وتعالى قد فرق بين الرسل وفضل بعضهم على بعض والنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله هو خاتم الأنبياء وهو خاتمهم وهو الرسول الأعظم الذي فضله الله سبحانه وتعالى على جميع الخلق ومن ضمنهم الرسل والأنبياء إذن المفروض ما حبى الله سبحانه وتعالى به النبي موسى عليه السلام قد حبى الله سبحانه وتعالى به النبي محمد صلى الله عليه وآله وزياد ما الذي نقرأه في القرآن الكريم حتى تعرف أنت حتى تعرف لازم تقرأ القرآن بتدبر حتى من تجي للسيرة ما يفوتك وما تعبر عليك الإسرائيليات ما يعبر عليك شغل الشيطان شغل الشيطان حتى ما تعرف نبيك بالتالي إذا أنت معرفت نبيك تعليه ما عرفت رسالته ورح تنحرف ورح تضيع على كثير من الحقائق لن تعلم الحق من الباطل وهذا شغل الشيطان الذي سخر أولياءه شياطين الأنس وشياطين الجن ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في قصة موسى عليه السلام وولادته أن موسى عليه السلام بعد أن ألقته أمه في اليم والتقطه آل فرعون حرمنا عليه المراضع من قبل الله سبحانه وتعالى يقول ماذا قال تعالى قال وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت ها أخته فقالت هل أدلكم هل أدلكم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون إذن الله سبحانه وتعالى قد حرم المراضع بنص القرآن الكريم على موسى عليه السلام ابن عشور في تفسيره التحرير والتنوير يقول التحريم هو الامتناع المناع وهذا هو تحريم ومنع تكويني يعني أنه في نفس الطفل نفس موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى تكوينيا جعله يمتنع عن أن يلتقم أذداء المراضع أي مرضع تأتي له يمتنع كراهة ونفورا من هذه المرضعات حتى يبحث آل فرعون بالتالي عن مرضع للنبي موسى عليه السلام فيرد الله سبحانه وتعالى موسى الرضي إلى أمه كموعدها كي تقرع عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق إذن موسى عليه السلام تكوينا تكوينيا الله سبحانه وتعالى حرم عليه المراضع وحرمنا عليه المراضع من قبله فموسى هو كان يكره كان يكره ينفر من أي امرأة من أي مرضع ولا يلتقم سجيها ولا يشرب لبنها طبعا حتى يكون هذا الأمر تكوينيا يعني الله سبحانه وتعالى من حرم جعل موسى عليه السلام فترة هو فترة رضع من والدته فبالتالي لم يقبل بعد ذلك أي لبن من أي امرأة فعاد إلى أمه موسى عليه السلام يحرم الله سبحانه وتعالى عن المراضع يمنعه الله سبحانه وتعالى عن المراضع عن أي مرضع ليرده إلى أمه المؤمنة التي أوحى الله سبحانه وتعالى لها بأنه سوف يرد لها ابنها ووليدها ورضيئها موسى عليه السلام كي لا تحزن وتقرع أينها خلي نجي نشوف هذه قصة الآن أمامنا خلي نأتي ونجي نشوف شأتنا بالسيرة النبوية ماذا تحدثت السيرة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله عن حديث رضاعته الآن انتبه شي يقول القرآن الكريم وحرمنا عليه المراضع يعني موسى عليه السلام لم يقبل بأي مرضع السيرة النبوية ماذا تقول رح أقرأ لك وحدة من عدى مثال من عدى خلينا أقرأ لك في كتاب صفوة الصفوة وهو من كتب اللي تحدثت في السيرة والمغازي وتراجم الرجال صفوة الصفوة لابن الجوزي في ذكر من أرضعه ماذا يقول عن حليمة عن حليمة الحديث عن حليمة وانا ذكرت بمحاضرة السابقة وقلت لك شوان هذه الأحاديث ضعيفة وانت لان رح تشوف وتعرف هذا الحديث وتقارنه بالقرآن الكريم ماذا قالت انها جاءت طبعا امرأة هزيلة ضعيفة مشركة وجدت المراضة كلها النساء جدت تريد تأخذ من مكة اطفال ضضع من مكة حتى ترجع الى بادية بني سعد وحتى يتعلموني الفصاحة وانا ما اعرف شوى الرضيع رح تعلم الفصاحة ولا اعرف هل بادية بني سعد اشد فصاحة واكثر فصاحة من اهل مكة من قريش المهم ماذا تقول شوف هنا تبه اقرأ بين الاصطر وانظر كيف يعمل الشيطان ماذا قالت وقالت تبه فلما قدمنا مكة هذا الحديث عن حليمة لم تبقى امرأة من المراضة الا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وآله فتأباه الا عرض عليها رسول الله فتأباه طبعا هي ايضا من ضمن المراضة التي تأباه عن ترفضه التي أبت النبي صلى الله عليه وآله الآن الآن تفكر وتدبر موسى عليه السلام ما يقول الله سبحانه وتعالى عنه يقول وحرمنا عليه المراضة هو كان يأبى المراضة لا يرضى ان يرضى الا من ثدي امه الحليب امه لبني امه المؤمنة السيدة المؤمنة ماذا تقول كتب السيرة عن النبي صلى الله عليه وآله شوف الفرق يقول ان كل المراضة تأباه كلها ما تريده كلها ما تريده كلها ترفض النبي كلها ترفض النبي محمد صلى الله عليه وآله ومن ضمنهم منه حليمة السعدية ولكن شنو رجعت ما قد احد ينطيها لانه جدت يعني هي هزيلة ضعيفة فقيرة الحال ماحد ينطيها ماحد من قريش قبل ان ينطيها وليدها فاخذت النبي محمد صلى الله عليه وآله هي 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 هكذا هكذا سيرة النبوية تقول هكذا هو الموقف هكذا انظر له هاي الصورة أمامك النبي موسى عليه السلام كيف كرمه الله وكيف حباه حتى يقول لك ان النبي محمد صلى الله عليه وآله ليس بأقل من النبي موسى عليه السلام بل ما عند الأدنى القاعدة القاعدة التي فقنا عليها ما عند الأدنى عند العلا وزيادة ولكن من تجي انت تشوف السيرة اللي وضعتها لأياد اليهودية وأياد الشيطان شو تقول لك موسى عليه طبعا شي يقول القرآن يقول لك موسى يأبى كل المراضع ولكن النبي محمد صلى الله عليه وآله تأباه كل المراضع هل تقبل هل تقبل أيها المسلم هل تقبل بهذا الكلام هل تقبل مباشرة تعلم أن هناك دس إسرائيلي هناك دس إسرائيلي النيل من مكانة النبي محمد صلى الله عليه وآله طبعا هي من جدي حالي مساعدية والمراضع أكيد النبي صلى الله عليه وآله شنو كان قبلها أكيدا قد راضع من لبني أمه السيدة آمنة عليه السلام بالتالي المفروض شنو أيضا يرفض هذا لماذا لا ما رفض النبي المراضع هي رفضة النبي شوف الفرق فمن نصدق نصدق كلام الله سبحانه وتعالى أم نصدق الإسرائيليات التي وضعت في كتب التراث والسيرة النبوية وهذه أنا أشوفها من أكبر الجرائم في حق النبي محمد صلى الله وتتحدث عن بداية حياتي الشريف التي وضعته يعني شنو كان كلها تأباه كلها ترفضه كلها تنفر من عنده و إلى أن ألحق بامرأة ليست مسلمة مشركة ليرضع من ثدي امرأة مشركة بينما النبي موسى عليه السلام كما يقول لنا القرآن الكريم وحرمنا عليه المراضع من قبل من قبل يعني من قبل في ألم الله سبحانه وتعالى وإرادته ومشيئته أن موسى عليه السلام لن يرضع من امرأة مشركة لن يرضع من أي امرأة سوى من ثدي أمه السيدة المؤمنة أوحى الله سبحانه وتعالى أنه سيعيد إليها وليدها رضيعها كي تقرع عينها ولا تحزن ولكن النبي تضعه السيرة النبوية تضعه السيرة التي كتبت بأياد ودس فيها ما دس من إسرائيليات في موضع ماذا تنفر منه كل مراضع تنفر منه كل النساء وتأخذه حليمة السعدية على مضف هل نقبل أيها المسلمون بهكذا تاريخ وبهكذا روايات تلحق أشنع الأمور بالنبي العظم محمد صلى الله عليه وآله لا والله وإنما النبي لم يرضع إلا من ثج أمه الطاهرة السيدة آمنة عليه السلام المؤمنة المؤمنة التي اختارها الله سبحانه وتعالى واصطفاها لتحمل لتحمل أعظم خلق الله سبحانه وتعالى وأشرف خلق الله سبحانه وتعالى النبي العظم محمد صلى الله عليه وآله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته